طيب أنا عايز عليك كمان تحديداً على طريقة اللعب بحس إنه لو بنلعب أربعة ثلاثة ثلاثة الأمور بتبقى صعبة لما بيحرر الدنيا ويلعب أربعة أربعة ثلاثة زي ما عمل النهار ده كده ودخل مرموش جاو مستوى محمد الأمور الهجومية بتبقى أفضل بكتير إنت شايف نسبة على طريقة ولا حسب تغيرات المباراة نبدأ نتحرك لو تسألنا عن رأيي أنا ما بلعبش بطريقة واحدة طول المطر أنا لازم الطريقة تتغير حسب ظروف المباراة حسب نتيجة المباراة وأنا مش هفضل ألعب بالطريقة دي بس برضو أنا قلتها قلتها لأيمن عب عزيز ما كان قابلته في مباراة تونس إحنا تونس كان بيلعب ثلاثة أربعة أثنين واحد وكانوا بيلعبوا برأس حربة وهمة لو تفتكر يعني صح وجابوا فينا جنين أول عشر داعي هو عمل تغيير ولعبة نفس طريقة نفس الطريقة للعبة منتخب تونس عشان دي فيها انتشار كبير وزياد عددية كبيرة جدا فلازم أنت تكون مذاكر ويكون مقابلة بصراحة إنما هو مصمم على طريقة أربعة ثلاثة ثلاثة دايما بيبدأ بها المباراة وأربعة ثلاثة ثلاثة عايز تلعبها اللي اتنين التمانيتين ما يبقاش حمد فاتح يبقى أمام اللي فيها يبقى ترزجي اللي فيها يبقى زيزه اللي فيها لأن أنت بصراحة أنا بشوف النهاردة من أفضل مباريات مروان عطينا معينه مبارياته مع منتخب مصر لسه ما لعبش بس النهاردة تمركوزاته كورته للأمام عمل سروهين وده الديفندر اللي هو المتطور دلوقتي إمام عشور عمل مجبود كبير جدا اشتركوا في القناة